سيداتي وسادتي الباحثون والطيوف من الدول المختلفة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستراحة ونرحب بكم في الجلسة الثالثة من مؤتمرنا الذي نقيمه تحت عنوان تحديات اليمن بين الحرب وفرص السلام الجلسة الثالثة من هذا المؤتمر معنوان بعنوان مستقبل السلام والمصالحة الوطنية في ضوء الخبرات الدولية أرجو أن ترحب بمدير الجلسة الثالثة السيد أندرو بنشينسو كورسيو وهو صحفي إيطالي ومناسق لمنظمة الغذاء العالمية وهو فائز سابق بجائزة نوبل لأسهل شكرا جزيلا لكم وأنا عملت سابقا في منظمة الأغذية العالمية وهي المنظمة الدولية تحت منظمة الأمم المتحدة التي تعمل لمكافحة الجوع ويمكن أيضا أن أعطيكم بعض الأخبار فقبل يومين مديرنا العام سيد جوزيو غراسيانو دي سيلفا كان دعية إلى الأمم المتحدة لرفع تقريره إلى الدول الأعضاء حول حالة الجوع الجزء الأكبر من خطابه كان مكرسا لليمن لماذا عن الأزمة اليمنية؟ ليس فقط لأنها الترجيديا أو المأساة التي نناقشها اليوم ولكن بالنسبة لتقرير الأمم المتحدة حول الجوع في عام 2018 بعد عشر سنوات من سياسة الأمم المتحدة لمكافحة الجوع هذه السنة ازدادت جوع 860 ألف وحدة من الزيادة والأمم المتحدة تضع الكثير من الجهد لمكافحة الجوع مع حول العام 2030 الكثير من الجهد والكثير من الاستثمارات الدول ومن المجتمع المدني في هذا السبيل ولكن جزء من هذه الزيادة كانت نتيجة للأزمة اليمنية نحن نظهر أنه لا يوجد لا سلام بلا أمن غذائي ولكن أيضا لا يوجد أمن غذائي بلا سلام فإذا أردنا أن نحقق أهداف الأمم المتحدة للعام 2030 فلا بد لنا أن نفهم هذه الصلة في عالم يتمتع بالسلام لا يمنع النزاعات وحسب أو يحل النزاعات ولكن العالم الذي يعيش في سلام هو أمر أساسي وهو أمر حيوي وأساسي ليرتبط بحيات كل إنسان على وجه الأرض والأمن الغذائي لكل إنسان هذا أمر غاية في الأهمية دعوة الدول لمحاربة المكافحة النزاعات يتعلق بشكل كبير في مكافحة الجوع وصنع السلام أردت فقط أن أقدم نفسي بهذا الشيء فقط لأن هذه الجلسة تركز على السلام والمصالحة الوطنية وأسعدني هذا الصباح الآلاف الأسئلة جميعكم جزء من هذه القضية أنا محظوظ أنني لست جزء من هذا الموضوع أنا متعاطف معكم جدا ولكنكم أنتم جزء من هذه المأساة ولكن مع بعضنا البعض يمكننا أن نكون جزءا من الحل لهذه المأساة والحل يجب أن يبدأ بحفاظ بحماية وحدة المجتمع وهذا ما يجب أن يتم حتى الوصول إلى العملية الدستورية وقد ذكرت ستوكل كرمان عدة مرات هذا الأمر في خطابها أود أن أقدم لكم الآن زميل زملائي أولا جليرمو جارتانا طبعا الاسم إيطالي كما هو واضح ولكنه من أمريكا جنوبية وهو من الأرجنتين وهو جزء منه فرنسي وهو الزميل وشريك باحث في مؤسسة IRIS مختص في الأمور الجيوسياسية الخاصة بأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وهنا يذكر في الأجندة أنه من فرنسا وليس من الأرجنتين ووجب التوضيع والزميل الآخر هو الدكتور ردوان زيادة وهو سيتكلم عن مستقبل السلام والمصلحة الوطنية بضوء التجارب الدولية من المفيد جدا أن نحصل على هذه الفكرة في هذا الموضوع وهو أحد كبار الزملاء الباحثين في المعهد الأمريكي للسلام وهو من المراكز المرموقة في العالم وهو المدير التنفيذي للمركز السوري لدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن سوف نبدأ مع سيد يليرمو شكرا جزيلا لك مساء الخير جميعا شكرا لمن جئيكم إلى هنا وأشكر الذين يستضافوني أن وجود عدة طبقات للديناميات المتعددة تجعل النزاع في اليمن خطيرة ومميتة إن التأخير في الوصول إلى اتفاق سلام في هذا الموضوع يخاطر بوجود الدولة بحد ذاته في اليمن المنظمات الدولية التي تساعد المجتمعات المحلية للتعايش مع هذا الوضع تواجه قيودا كبيرة ما هو دور المنظمات الدولية وما هي التحديات أمامها هل يمكن أن تحسن حياة الناس في هذا على المدى الطويل وما هي محدودية أعمالها هل توجد أي روابط ممكنة بين منظمات المجتمع المدني منظمة ومحلية؟ لنستكشف هذه الأسئلة سأحول أن أتحدى إلى حد ما دور المجتمع الدولي أو منظمات المجتمع الدولي لكن دعوني أقدم لكم تركيز على تعقيد هذا النزاع لأننا تكلمنا في هذا الصباح أن النزاع في اليمن هو بعيد عن أن يكون مواجهة بين طرفين فقط هناك عدة طبقات من النزاعات المتداخلة بين بعضها البعض خاصة في الجنوب الطبق الأولى كما تعلمون جميعا وهي معروفة جدا هو النزاع بين التحالف التي تقوده السعودية والتي تدعم الشرعية اليمانية ضد الحوثيين هذا ليس نزاعا مفتوحا ثنائية الجهات وإنما هو مسرح هناك العديد من النزاعات التي تتم فيها فهذه الطبقات هي التي تصف الحرب ولكن ليس الحرب بأكملها الطبق الثاني هو وجود أجندتين مختلفتين بين السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي تركزان على منطقتين جغرافيتين مختلفتين فالأطراف المتحاربة تظهر أن الدولتين الكبرتين في هذا التحالف لا يقاتلان بشكل متحد ضد الحوثيين وإنما يحاولون أن يكسبوا بعض المكاسب أو المصالح السياسية الأكبر وهذا لا يتعلق بهزيمة الحوثيين المستوى الثالث القضية الجنوبية والدفتيت بين مجلس الانتقال الجنوبي ومجلس الزراء هادي والإطار الأمني أو الحزام الأمني وهو الجهة الأمنية للجنوب والحراك الجنوبي الذي تعرفونه جميعا قد دعا إلى استفتاء العام الماضي للإنفصال عن الشمال وهنا هذه الأجندة للمجلس الجنوبي فبالتالي هذا النزاع المتعلق بالقضية الجنوبية سوف يكون أحد عوامل عدم الاستقرار وسوف يكون أحد فصول الحرب هناك طبقة أخرى وهي الحرب ضد الإرهاب والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تستخدم الطائرات بدون طيار للقضاء على الرديكاليين الإسلاميين وهذه الطائرات التي بدون طيار المسلحة طبعا تثير تهديدا أو تشكل تهديدا كبيرا للمنظمات الدولية التي تعمل في جنوب وجنوب الغربي بالإضافة إلى المجتمعات المحلية فقد أدت إلى العديد من الوفيات المدنية باعتبارها أضرار جانبية استخدام هذه الطائرات بدون طيارة المسلحة في العمليات الحربية أظهرت فصلا جديدا من الحرب والذي يذهب أبعد بكثير من الحرب في اليمن فقط وهذا يثير سؤالا أخلاقيا بالتأكيد وهناك أيضا طبقة أخرى من التأكيد وهو المجموعات الراديكالية الموجودة في جنوب بشكل خاص والتي بسبب الهجمات العديدة والنزاع هناك عدة طبقات الشيعة ضد السنة وهابية ضد الإخوان وطبقة الأخيرة هناك المصالح المتعددة لدول مختلفة في اليمن مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا وإيران رغم أنه لا يوجد تدخل يومي في العمليات العسكرية ولكن هذه الدول تقدم دعما مباشرة للتحالف من خلال تقديم القدرات العسكرية وتبني أجندة التحالف التحالف تقوم بيعمل من خلال هذا الصمت أو التبني الصمت من هذه الدول العظيمة هناك الكثير من الصفقات الأسلحة التي تمت مع السعودية والإمارات من قبل البريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والتي حدثت في الماضي سوف تظهر أو تسود على مصلحة اليمنيين ألا وهو هذه المصلحة التي تتمثل بالسلام وإنهاء المعاناة أردت فقط أن أظهر لكم في البداية هذه الطلقات المتعددة والمتداخلة للنزاع لنرى مدى التعقيد في هذا الموضوع فإذا النزاع أو الحرب الأول بين الطرفين تحول إلى نزاعات في داخله بين أطراف متداخلة وهو يرسم خريطة للعديد من الحرب التي تظهر حيث أحيانا المتحاربين يتحالفون لمحاربة عدو ثالث ويسيطر على أراضي جغرافية أو أن يكون لديهم سيطرة في كل محافظة على حيث التعقيد في هذا الحرب يزداد أو يصبح أسوأ بالسبب العديد من الأطراف الفاعلة والتي تقوم باستخدام العنف مثل الحزام الأمني مقابل قوات هادي والتحالف الإماراتي والعماليات الخارجية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي هذه الحرب أصبحت أكثر هشاشة ولا يمكن التنبؤ بها الحروب التقليدية يكون هناك عدوين محددين ولكن الحروب الوكالة التي تصبح فيها الضحايا أكبر بكثير خاصة بالنسبة للمدني لماذا؟ وذلك بسبب استهداف الطيران أهداف غير عسكرية أنا مدرك أنكم تعرفون هذا أكثر مني ولكن أريد أن أضع هذه الأفكار باعتبارها السياق لأنه في هذا السياق المنظمات الدولية تعمل فقط ليختم هذا الجزء الأول فالسيناريوهات المرجحة أمامنا مزعجة السيناريو الأول سيناريو مثل سوريا مع عدد وجود أجهزة دولة قوية مع وجود جهات فاعلة خارجية قوية تقوم بالتصرف وعمل صفقات وكأن لديها سيادة في اليمن السيناريو الثاني وضع ينتقل بسرعة إلى وضع شبيه بليبيا أو الدولة الفاشلة في ليبيا حيث يوجد جهات محلية متصارعة لديها قوى نارية كبيرة وسوف تستمر إلى وقت طويل هذين سيناريوهين دمويين لشعب أو لسكان مستنفذين الآن وسوف يهدد وجود الدولة اليمنية بحد ذاتها في هذه البيئة المنظمات الدولية تقوم بدور لا يمكن استعاضى عنه في دعم السكان فبدونها لربما تم القضاء على الشعب اليمني بعد ثلاث سنوات من الحرب التي يشنها الجهات خارجية لا بد أن ندرك أنه رغم الأرقام فإن البرامج التي نفذت غير كافية لتغطية الاحتياجات الحالية من المهم أن نعرف أن هذه المنظمات الدولية ظهرت من المجتمع المدني والأمر الذي يعكس تدخل المجتمع المدني في الحالات الدولية بعيدا عن الدول صحيح هذه ظاهرة حدثت في الجزء الغربي من العالم ولكنه يزداد في الجزء الشرقي من العالم أيضا تقوم هذه المنظمات بعملها من خلال ثقافتها العملية وقيمها الخاصة فالطبيعة المتنوعة للمنظمات الدولية هي واقع فيتقوم بعمليات طوارئ إنسانية بناء السلام أكاديمية حقوق إنسان وكالات الأرمان المتحدة كل هذه المنظمات فقط لعطي أمثلة عنها فيما يتعلق بالمنظمات الإنسانية وهي الأمر الأساسي الآن هي تعمل في نزاعات مفتوحة وهي تعمل بمبادئ الإنسانية والاستقلال والحياد وعدم الانحياز هذه هي المبادئ الإنسانية في اليمن النزاع يشكل أكبر تحدي لمنظمات الإنسانية في الحصول على المساحة الإنسانية التي يعملون بها ماذا نعني بالمساحة الإنسانية؟ هذا يعني المساحة الرمزية والواقعية حيث يمكن للنشاطات الإنسانية أن تتم فيها وهذا بشكل خاص يعطي الوصول للفرق الإنسانية وليصلوا إلى السكان الذين في خطر وكذلك وصول الخدمات لهذه السكان فهي بالتالي ذات اتجاهي وأن يكون هناك حوار مع السكان وتحرك حر للسكان من المناطق التي يكونون فيها تعد خطر وتقييم حر للإحتياجات وتقديم المساعدات كما قلت النزاع اليمني يشكل تحدياً فيما يتعلق بالمساحة الإنسانية هناك قيود كبيرة على الوصول وهناك حوادث أمنية حدت من التدخل الإنساني وتسببت بضرر كبير لها وهذه الأمور أخرت على عديد من الأشكال مثل تأخير الفياز أو رفض تقديم الفياز للموظفين الجانب منع تقييد حركتهم في البلاد تقييد الموظفين المحليين من مغادرة البلاد قيود على التحرك داخل البلاد وتأخير وصول المواد اعتقال الموظفين اختطاف والاغتيال ومنع الطيران من الوصول ومنع استخدام الأجواء اليمانية والمطارات والموانئ اليمانية ولكن أسوأ ذلك الضربات الجوية التي تستهدف المؤسسات الصحية والمشافي يشكل أكبر خطر من هذه المهاتر الحوادث التي يواجهها المنظمات الإنسانية لا تختلف عن تلك التي يعاني منها اليمانيون مثل البساط والأسواق والمدارس والأماكن التي يجتمع فيها اليمانيون والضربات التي أدت إلى الكثير من الضحايا كل المداخلين في هذا النزاع مسؤولون أمام القانون الدولي الإنساني دون أي تميز ولكن المسؤول الأول عن هذا الموضوع هو العربية السعودية بسبب عدد كبير من الضحايا لأنهم هم المسؤولون عن الضربات الجوية كما ذكرنا لابد أن الحوثيين أيضا مسؤولون على الانتهاكات للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون الانخراط في الحرب هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف لأن الحرب لديها قواعد ويجب لهذه الوحشية أن تتوقف بالنسبة لهذا الموضوع الأمم المتحدة ودبلوماسية الدول يجب أن تقوم بدورها ولكن لننظر الآن إلى المستقبل هذا الماضي دعونا ننظر إلى المستقبل إن تطور أي حياة تمر في مراحل مختلفة بشكل طبيعي للانتقال من النزاع إلى ما بعد النزاع العمالية تمر بمراحل محددة صنع السلام الحفاظ على السلام وبناء السلام أنا أبسط الموضوع تمام اتفاق السلام هو نقطة التحول التي يمكن أن تغير مسار الوضع الراهن اتفاق السلام عندما يتم الوصول إلى اتفاق السلام فإن التحرك السياسي والاجتماعي والسياسي يمكن أن يتغير بشكل إيجابي هذا التغير في المجتمع يمكن أن يؤدي إلى تعديل في الممارسات والعمليات التي تقوم بها المنظمات الدولية وبالتالي السؤال المطروح على طاولة كيف يمكن للمنظمات أن تقوم بأفضل مساهمة لتحقيق أو لتلبية المتطلبات المباشرة للناس وفي نفس الوقت تقوم بتمرير أجندة ما بعد النزاع طبعا هذا أساسي جدا في محاولة للتنسيق وتعزيز العمالية السياسية للانخراط في جهد أساسي أو كجهد أساسي من المنظمات الدولية طبعا المنظمات الدولية يجد لديها الخبرات الكبيرة التي يمكن أن تساهم في التعاطي بين الأجهات الفاعلة والقيادات العشائرية والقيادات العسكرية والأمم المتحدة طبعا سوف تستمر على أعلى المستويات في هذه المحادثات ولكن على المستوى المحلي والمستويات المناطقية هذه الطلبات لهذه المعرفة سوف يتم الحياتياج إليها بعض المؤسسات ستركز على جسر الهوات بين الناس وأن كانت دينية أو عرقية أو مناطقية وتقديم تبادل وجهات نظر بين العسكريين والقيادات الدينية والعشائرية على مختلف المستويات وتقديم المساحة والمنصات بروح المصير المشترك منظمات أخرى سوف تقوم بجهود لتمكين المجتمعات المحلية لتقييم الاحتياجات الأساسية وتنفيذ البرامج بشكل مباشر أود أن أذكر دور يتم تغاضي عنه في المراحل الانتقالية وهو الدور الذي تقدمه المؤسسات التي تدعم الفن والرياضة فدور الفنانين والرياضيين يجب أن يعتبر غاية في الأهمية في هذه المرحلة الموسيقى في البداية استمعنا إلى هذه الموسيقى الجميلة الفن الرسم وكل التعبيرات المحلية للفنون لأن الفن يصل إلى مناطق أو المجالات أبعد من المجال الاحتياجات الأساسية أو العملية السياسية فهو يخاطب المشاعر ويمكن أن يساهم فيها الأباء والأمهات والنساء والرجال والأطفال ويمكن لهذه المجتمعات المتمزقة أن تشارك في هذا الموضوع إن هذه التحالفات الموجودة في المنطقة وفي هذا النزاع يعني أن الفن يمكنه أن يقدم مساحة عاطفية حيث يمكن لليمنيين أن يستعيدوا احترامهم لذاتهم وأن يواجهوا هذه التجارب النفسية الصعبة التي مروا بها مع بعضهم البعض مقاربة أخرى يمكن القيام بها من خلال الرياضة أيضا دور المنظمات الدولية سوف يستمر ليكون أساسية لتحسين ظروف المعيشية ولكن الطريقة الذكية يمكنها أن تعدل بعض النشاطات والبرامج ليكون لديها دور تعزيز الجانب الثقافي في كل المجالات مثل الخدمات الصحة الكهرباء والماء فيجب تحسين هذه الخدمات على المدى الطويل لليمن بكلمات أخرى هذه المنظمات يجب أن تقبل أنه يجب أن تنخرط مع العملية السياسية لتحسين هذه الظروف للوصول إلى السلام كل هذا العمل لا يمكن أن يتم بشكل حصري من خلال الأجانب لا بد للأطراف المحلية أن تقوم أن تشارك بهذه العملية في كل المستويات لتحويل واقعهم الخاص عدد المنظمات المحلية يجب أن يكون تعبيراً عن نسيج نسيج اجتماعي وسياسي في اليمن بناء السلام لا يتعلق فقط ببناء أجهزة الحكم والدولة والنظام القضائي أو إنهاء العنف ولكنه أيضاً يتعلق بتمكين المجتمع المدني باعتباره لاعباً محلياً في بناء السلام لسوء الحظ التحليل الحالي يظهر أن المنظمات من الجنوب تعاني من ضعف هيكاليتها للوصول إلى التمويل والقدرات والوصول إلى مسافات أكبر أو حجوم أكبر من التمويل ولكن مع ذلك فهي تستمر لفترات أطول وتقوم بعمل كبير وهي تعلمت أن تقوم بعمل كبير بأمكانيات قليلة إن جسر هذه الهوى سوف يؤدي إلى تأثير إيجابي على الجميع على المجتمعات المحلية وعلى المنظمات وبالإضافة إلى نجاح عمل هذه المنظمات الدولية الوجود المؤقت هو أمر مثير للاهتمام للوجود للمنظمات المالية فلا بد لهذه المنظمات أن يكون جزء من عملها نقل الخبرات والمعرفة للمنظمات المحلية لتحقيق الأهداف الكبيرة مع غياب هذه المنظمات في المنظم فإذا تم نقل هذه المعرفة ضمن إطار نقل هذه الخبرة وتعليم هذه المنظمات فإن هذه المنظمات سوف تعمل بشكل جميل في المجتمع اليمني الأمل هو أن تفهم المنظمات الدولية وأن تدرج هذه التحديات ضمن مقارباتها بسبب هذه الروابط التي تم تحتياج إليها بين المنظمات المحلية والمنظمات الدولية لابد لكل المنظمات أن تجد طرقا في كل المراحل لتعزيز واستدامة هذه الروابط المتعلقة بين المنظمات نقطة أخيرة لي هناك فاعل لم نذكره بعد ألا وهو الجامعات هذا الفاعل في كل دولة عادة يترك في مكان يترك جانبا عندما يكون هناك اضطراب الجامعات الحكومية والخاصة يجب أن في منطقة ما بعد النزاع في مرحلة ما بعد النزاع في اليمن لا يجب أن تنظم فقط المنطقة الفيزيائية أو المساحة الفيزيائية للتعليم ولكن أيضا لابد أن يكون فيها الخبرة العملية والأكاديمية والمعرفة لتعزيز عملية المصالحة وبنفس الوقت مع تقديم التعليم عالي المستوى وبالنسبة للأعداد الكبيرة التي تأثرت بالحرب فلابد لجامعات والمدارس أن تيسر النقاش والحوار بين المناطق المدنية والمناطق الريفية والمختلف الناس بالنسبة لبنات السلام يتطلب موجود مؤسسات قوية في جميع الأنواع أن يكون لديهم المصادر والموارد والمعرفة وأن يكون لديهم أيضا التفويض المؤسسي وبالإضافة إلى ذلك أن ترعى عملية أو شكل للتعافي يجب أن يكون هذا جزءا من عملية بناء السلام الواجب الأخلاقي للرعاية يضمن أن يكون تحقيق السلام بعيدا عن المدى الطويل ليس فقط من النجالات أو النشاطات اليومية قبل أن أنهي قبل كل هذا أرجوكم وقعوا اتفاقية سلام وأعطوا فرصة للسلام شكرا جزيلا لك شكرا لذكرك عن السلام المستدام السلام المستدام يعني أننا بحاجة للمجتمع المدني نحن بحاجة للمزيد من عمل المنظمات الدولية الإنسانية لأننا بحاجة إلى جسر بين المجتمع المدني والسياسة فالسياسة على المستوى الدولي تقوم بعملها على هذا المستوى فهناك عملية جديدة وأعمال جديدة للمصالحة ولكن الفاعل الأساسي لحفظ السلام هي الناس المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني على الأرض حتى المجتمع المدني في اليمن عندما يطلب أو المنظمات المحلية في اليمن تطلب أن تكون حرة وأن يكون لديها حكومة جديدة ودستور جديد في البداية ثورة الربيع العربي كانت بهذه المطالب السلمية فبالتالي يمكننا تحقيق سلام مستدام فقط إذا أشركنا المجتمع المدني في هذه العملية ولكن أريد أن أذكر أمر آخر بالنسبة لعمل منظمات الإنسانية الدولية في الميدان في اليمن فعملها غاية في الأهمية أنا إيطالي يحدى المنظمات الإيطالية التي تعمل في اليمن اسمها وهي تبني مشافي هذه المنظمة مثلا بفضلها بنينا قواعد لضبط أو وضعنا قواعد لضبط مشتريات أو مبيعات السلاح أو القذائف للسعودية لأنكم كما تعرفون القذائف التي تستخدم في اليمن هي مصنوعة في إيطاليا نحن نبيعها للسعودية وهم يقصفون الموظفين أو المواطنين الإيطاليين فبفضل عمل هذه المنظمات الدولية التي تعمل في الميدان يمكننا أن ندفع الحكومات لتغيير السياسة بالنسبة لي هذا دور استراتيجي ليس فقط في الميدان بل حتى في بلدان الأصلية التي أتت منها هذه المنظمات فبالتالي يوجد لدينا دورين أو دور مضاعف هنا ويمكن أن نقوم بدور مضاعف في عملية من السلام شكرا لك أود أن أستمع الآن إلى دكتور ردوان زيادة ما هو منظور العملية المصالحة الموجودة لدينا الشكر لسيد رئيسي الجلسي والشكر لسيدة توكل التي تشرفت أو شرفتني بدعوة في عشاء في منزلها في عام 2014 شهرين قبل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء طبعا علاقتي مع اليمن قديمة وأنا أعتبر أنه أهم الشعراء الذين أثروا فيه دائما هو البردوني الذي أعتقد أنه يعني متنبّل عصر الحديث البردوني قال في قصيدة شهيرة له عام 1970 ماذا أحدث عن صنعائي أبتي مريحة عاشقاها السل والجرب في هذا عام 1971 فماذا يقول اليوم أعتقد يعني ورقتي سوف تركز بشكل رئيسي عن كيف يمكن إعادة بناء أسس الشرعية الجديدة للدولة في اليمن بناء على تجربة العدالة الانتقالية اندلعت في فبراير 2011 ثورة شعبية ضد حكم الرئيس اليمني على عبدالله صالح الذي دام لثلاثة وثلاثين عاما في الحكم تحت تأثير ثورات الربي العربي التي بدأت في تونس ديسمبر 2010 لقد كانت الثورة اليمنية ملهما رائعا ليس فقط لليمنين فحسب وإنما لكل العرب فبالرغم من حضور العامل القبلي بقوة في السياسة اليمنية إلا أنه تحول إلى عامل ثانوي أمام قوة وحضور مظاهرات الشباب السلمية لتحقيق التغيير السياسي المنشود العامل الآخر الذي ألهم بكثرة العرب هو انتشار السلاح بقوة في المجتمع اليمني لكنه لم يعق تطور الثورة اليمنية بوصفها ثورة سلمية تهدف لتحقيق إصلاحات جذرية داخل النظام السياسي يعيد لليمنيين حقهم في اختيار رئيسهم وشكل نظامهم السياسي الذي يرغبون في تشرين الثاني نوفمبر 2011 ونجحت الضغوط الدولية وخاصة الخليجية منها ممثلة في مجلس التعاون الخليجي حيث كان ما يزال يمتلك الكثير من التأثير على الرئيس اليمن السابق علي عبدالله صالح نجحت هذه الضغوط بالتوقيع على ما يسمى مبادرة مجلس التعاون وآليتها التنفيذية وبموجب هذا الاتفاق منح الرئيس اليمن الأسبق صالح الحصانة ونقلت السلطة إلى نائب الرئيس نائب الرئيس هادي الذي اعتبر حينها رئيساً مؤقتاً أشرف بشكل مباشر على إدارة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر على مدى تسعة أشهر بمشاركة مختلف الأطراف وساده الكثير من النقاش والشد والجذب بين القوى السياسية المشاركة المختلفة في التوجهات السياسية والأديولوجية لكنه نجح في النهاية في الوصول إلى ما سمي حينها وثيقة الحوار الوطني الشامل في يناير 2014 لقد كان الحوار الوطني الشامل حالة نادرة واستثنائية على المستوى العربي لمشاركة كل القوى السياسية والشعبية والحزبية بدون استثناء طبعاً هذه الحالة فيما اتساع القوى المشاركة في الحوار الوطني لم نجدها في ليبيا لم نجدها في لبنان على ما يسمى طاولة الحوار الوطني ولم نجدها أيضاً بهذا الاتساع حتى في تونس لقد شاركت قوى اجتماعية وسياسية جديدة لم يسبق انخراطها في الحوارات الوطنية السابقة كالشباب والنساء وجماعة أنصار الله الحوثيون والسلفيون والحراك الجنوبي وبعدها أثيرت التساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق هذه المخرجات والتوصيات النهائية بما فيها تلك المتعلقة بالعدالة الانتقالية في اليمن وأوصل مؤتمر في النهاية إلى إصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالح الوطنية وإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية وإجراء إصلاح مؤسسي بما يحول دون انتهاكات حقوق الإنسان والكشف عن المختفين قصريا وإعادة النظر في قانون شغل الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمسالة لكن في عام 2014 تصاعد النزاع بين القوات الحكومية والحوثيين وجماعات مسلحة أخرى بسبب ترتيبات تقاسم السلطة ومشروع الدستور وفي سبتمبر 2014 قام الحوثيون والقوات المسلحة المنحازة لصالح بالاستيلاء على العاصمة صنعاء وأجزاء أخرى من البلد وأحكام السيطرة عليها في آذار مارس 2015 شكلت السعودية تحالفاً مع دول أخرى بدأ عمل عسكري بناء على طلب الرئيس هادي وتقدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من بين دول أخرى المشورة والدعم للتحالف وشنت قوات التحالف حملات جوية أدت إلى وقوع خسائر جسيمة في صفوف المدنيين تبخرت حينها كل توصيات مؤتمر الحوار الوطني وشهدنا فترة جديدة من انتهاكات قوات التحالف العربي بقيادة السعودية بحق المدنيين طبعاً في أكتوبر 2016 تم استهداف الاتصال الكبرى في صنعاء لمجلس عزاء وأدى إلى مقتل أكثر من 137 مدنياً إضافة إلى فرض القوات البحرية للتحالف قيوداً صارمة على الموانئ البحرية وأدت بالنهاية إلى إغلاق كل الإمدادات الضرورية للبلد أيضاً إغلاق في آب أغسطس 2016 أغلق التحالف مطار صنعاء الدولي ولا يزال مغلقاً أمام الطيران التجاري منذ آذار مارس 2017 اعتبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن اليمن يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم وفي نيسان 2018 ومن بين السكان البالغ عددهم 29 مليون نسمة كان هناك 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية من بينهم 11.3 مليون شخص في حاجة ماسة إليها وتمتد الإحتياجات عبر كل القطاعات بما في ذلك الصحة والغذاء خدمات الصرف الصحي والمياه والإسكان والحماية يمكن القول أنه مع سيطرة الحوثيين الكاملة على صنعاء وبدء العمليات العسكرية لقوات التحالف العربي بقيادة سعودية دخل اليمن في حالة نزاع مسلح غير دولي وفي هذا السياق انتقلت اليمن إلى مرحلة جديدة من العدالة الانتقالية لا تشمل الأطراف الداخلية فحسب وإنما أطرافاً إقليمية ودولية تساندها ولذلك يجب التركيز الآن أولاً على وقف الحرب العبثية بكل تأكيد والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني والعودة إلى تطبيق توصياته بتأسيس هيئة للعدالة الانتقالية مع التركيز على عنصر المحاسبة على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين اليمنين منذ عام 2011 السؤال الآن لماذا فشلت اليمن وفشلت طبعاً معها دول عربية أخرى في الانتقال السياسي من عنظمة تسلطية أو عسكرية إلى عنظمة ديمقراطية وبدلاً تكاد تكون هذه الدول أو سقطت بالفعل في براث حرب أهلية من الصعب التكهن من نهاياتها أو النتائج التي ستقول إليها هل ستتحول اليمن إلى دولة فاشلة طويلة الأمد بسبب الاحتياجات الإنسانية وتعمها الفوضى وغياب كامل لمؤسسات الدولة أعتقد أن هناك عدة أسباب تفسر فشل هذا التحول بالرغم من الثقافة السياسية المتطورة التي عكستها كما قلت مخرجات مؤسسات الحوار الوطني وأيضاً بالرغم من الثقافة السياسية التي ظهرت لدى الشباب في عدم استعمال السلاح خلال الثورة اليمنية أعتقد أن أسباب الفشل لا تنبع من خصوصية الحالة اليمنية وإنما تنبع من فشل مقومات الدولة العربية الحديثة بالمقارنة مع مناطق أخرى بالعالم وخاصة أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ولذلك أعتقد أن هناك خمسة عوامل رئيسية لعبت دوراً رئيسياً فيما يطلق عليه فشل عملية التحول الديمقراطي في اليمن العامل الأول لم يساعد النظام القديم النظام الجديد على الولادة يعني كما نقول في كل دراسات التحول الديمقراطي يعني لم يساعد النظام القديم النظام الجديد على الولادة بل لعبت بقايا النظام القديم دوراً رئيسياً في عرقلة التغيير وإفشاله وحتى ولو وصل الأمر إلى إيجاد ميليشيات خارج نطاق الدولة كالحوثيين الذين طبعاً تحدث الكثير من المتحدثين عن دور علي عبدالله صالح في دعمهم كحلفاء له بهدف إن فشل عملية التحول الديمقراطي طبعاً هذا مقارنة مهمة خاصةً مع أوروبا الشرقية حيث لعبت ما يسمى الطاولة المستديرة دوراً رئيسياً في الحوار بين الأطراف السياسية المختلفة من أجل تحقيق التحول الديمقراطي العامل الثاني كان هو دور مؤسسة الجيش في عملية التحول كلما كان الجيش أكثر احترافياً ومهنياً كان دوره مسهلاً وميسراً لعملية التحول الديمقراطي هذا هو درس التحول الديمقراطي في أمريكا اللاتينية بعد السنوات طويلة من حكم الدكتاثورية العسكرية طبعاً الجيش اليمني لم يكن بمستوى المهنية واحترافية الجيش في تونس لكنه لم يكن بمستوى وأيضاً بمستوى الجيش في سوريا والجيش في مصر والذي حدث طبعاً أن الجيش في اليمن انقسم بشكل أفقي يعني نصفه تقريباً انضم إلى الثورة اليمنية والنصف الآخر حافظ على انتمائه للرئيس السابق علي عبدالله صالح العامل الثالث هو حجم الطبقة الوسطى ودورها طبعاً بسبب الوضع الاقتصادي اليمن بشكل رئيس هذا لعب دور رئيس في انهيار مخرجات التحول الوطني لأنه لم يكن هناك حامل اجتماعي لتطبيق هذه التوصيات وحماية التوصيات الرئيسية فكلما كانت الطبقة الوسطى أكبر حجماً كانت تغيير الديمقراطي أكثر سهولةً ويسراً وأعتقد أن التجربة التونسية دليل واضح على ذلك العامل الرابع هو دور العامل الخارجي والتأثير الدولي لقد كشف الربيع العربي أن الديمقراطية ليست على أجندة الدول الغربية للمنطقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة هذا لا يعني أن المجتمع الدولي تعادي التحول الديمقراطي في المنطقة لكنها لا تشجعه بما يكفي من الموارد والتأثير السياسي على عكس دور الولايات المتحدة على سبيل المثال في الدفع باتجاه الديمقراطة في أوروبا الشرقية وفي دراسة شهيرة يعني الولايات المتحدة صرفت تسع دولارات مقابل دولار واحد في مشروع الدمقراطة في أوروبا الشرقية مقارنةً مع الدول الربيع العربية العامل الخامس والمهم برأيه هو غياب كامل للمنظمات الإقليمية التي ترعى عملية التحول الديمقراطي فالاتحاد الأوروبي لعب دوراً رئيسياً في وضع المبادئ والشروط لدول أوروبا الشرقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على عكس جامعة الدول العربية التي تحولت إلى منظمة أتقراطية غير ذات فائدة إن الافتقاد إلى مؤسسات إقليمية تقود أو على الأقل ترعى عملية التحول كما جرى مع الاتحاد الأوروبي في أوروبا الشرقية لعب دوراً رئيسياً في فشل التحول الديمقراطي في المنطقة العربية وبالتالي تركت كل بلد من بلدان الربيع العربي لأخذ مسار خاص به ربما كانت تونس استثناء له مقوماته الخاصة بينما بقيت دول الربيع العرب الأخرى كسوريا وليبيا واليمن ومصر تمر بعملية التحول عبر التجريب بالنسبة إلى نخبها السياسية المعارضة التي ثقافتها الديمقراطية كانت في حدها الأدنى وهذه العملية أكثر صعوبة مع تردد المجتمع الدولي كما ذكرنا في دعم التجربة الديمقراطية في اليمن ولذلك تحولت العملية الانتقالية في اليمن إلى صراع مسلح وربما إلى حرب أهلية وللمفارقة أن حتى الحروب الأهلية الطويلة في بلدان أخرى لم توقف المسار الديمقراطي في أي من الأيام بمعنى أن الدول العربية لم تفشل فقط في أيضاً عملية الانتقال الديمقراطي بعد ثورات الربيع العربي والآن في الفقرة الأخيرة أنه حتى فشلت في إدارة مخرجات الحرب الأهلية بمعنى أن حتى الحرب الأهلية التي جرت في سيرلانك على سبيل المثال على مدى أكثر من ستة وعشرين عاماً من عام 1983 لحتى عام 2009 بين النمور التامين والحكومة المركزية في كولومبو المكونة بشكل رئيسي من السنهالي البوذي لكن الحرب الأهلية لم توقف يوماً الانتخابات في كولومبو بل بالعكس كانت تجري الانتخابات كل أربع سنوات وكان الناحبون يقررون وفقها الطريقة التي يجب أن تتعامل فيها الحكومة مع المتمردين ويختارون الحزب الذي يعكس بالنسبة لهم الطريقة الأفضل لإنهاء هذه الحرب والتي كانت تتراوح بين الحرب والتفاوض السياسي وهذا الأمر نفسه ينطبق على كولومبيا حيث دارت الحرب الأهلية الأطول في العالم بين متمردي الفارق والحكومة المركزية لكن لم يعطل مسار الانتخابات يوماً أو يحول الحكومة المركزية في بيكوتا إلى حكومة مستبدة يطمح رئيسها إلى الاستثمار أو الاستئثار بالحكم مدى الحياة بل كانت الانتخابات تجري دوماً على قاعدة تحديد الوجهة التي يجب أن تتبعها الحكومة في تعاملها مع المتمردين أعتقد أذكر هذا المثال يعني هو صارق فيما يتعلق بسوريا فيما يتعلق في مصر بمعنى أن الرئيس هو الذي يحدد في طريق التعامل مع ما يسميهم الإرهابيين دون أن يكون للشعب أي دور في تحديد المفاوضات بل إن الرئيس وزراء سريلانكا الذي أنهى الحرب في عام 2009 بالقوة العسكرية خسر الانتخابات بسبب الفساد والمحسوبيات في تعيين أقاربه وأخوته على مستوى الوزراء ومديري المؤسسات الحكومية يمكن القول إذن أن العرب فشلوا في إدارة مسار التحول الديمقراطي بعد الربيع العربي ويبدو أنهم في طريقهم إلى فشل مضاعف في إدارة وإنهاء الحروب الأهلية وتبدو النتيجة الوحيدة الآن هي استمرار النخب العسكرية في الحكم ولو على حساب مستقبل الشباب العربي ودمائه وأحلامه في مستقبل جديد ومختلف ولذلك تبدو أن مسألة العدالة الانتقالية اليوم هي حاجة ليس فقط على مستوى اليمن وإنما حاجة لكل الدول العربية هي ليست إنتاجاً غربياً لكنها بشكل أو بآخر تكون بديل أو إعادة فكرة لتأسيس شرعية الدولة على أسس جديدة فمفهوم العدالة الانتقالية الذي يمكن إدراكه طبعاً من خلال عدد من المفاهيم مثل إعادة البناء الاجتماعي المصالحة الوطنية تأسيس الجان الحقيقة التعويض للضحايا إصلاح مؤسسات الدولة العامة وغيرها ولذلك مع حدوث التحول السياسي بعد فترة من العنف أو الحرب الأهلية التي يمر بها مجتمع المجتمعات تجد الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني والمحلي أنه أمام ترك صعب من انتهاكات حقوق الإنسان ولذلك تسعى الدولة إلى التعامل مع جرائم الماضي رغبة منها في تعزيز العدالة والسلام والمصالحة ويفكر المسؤولين حكوميون وانشاطاء المنظمات الحكومية في انتهاج مختلف سبل القضايا ولذلك تبدو اليوم العودة إلى توصيات هيئة العدالة الانتقالية في مؤتمرات الحوار الوطني بالنسبة لي على الأقل المخرج الوحيد ليمن من حربها الحالية العبثية ترجمة نانسي قنقر شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر